موسيقى سقط عدد من القتلى والجرح المدنيين في العاصمة المختطفة صنعاء مساء امس جراء سقوط طائرة بدون طيار فشلت ميليشيا الحوثي في اطلاقها وقال ناشطون على وسائل التواصل ان طائرة بدون طيار فشلت ميليشيا الحوثي في اطلاقها سقطت في جولة الرويشان مخلفة ثلاثة قتلى وأربع جرح من المدنيين أثناء تواجدهم في المكان يشار إلى أن سقوط الطائرة وقع بعد لحظات من سماع صوت انفجار كبير في أنحاء متفرقة في العاصمة صنعاء وعلى الرغم من الهدنة الإنسانية تعتمد ميليشيا الحوثي بين كل وقت وآخر إلى استهداف مواقع الجيش في عدد من الجباهات بالطائرات المسيرة أكد رئيس الوزراء معين عبد الملك حرص للحكومة على إنجاح جهود تمديد الهدنة الإنسانية وتحقيق السلام والسعادة الأمن والاستقرار ووقف التهديد الحوثي للمنطقة وسلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر واستعرض رئيس الوزراء مع نائبة مدير التعاون الدولي بوزارة الخارجية الهولندية بريجيتا تايزلا والوفد المرافق لها مسجدات الأوضاع على الساحة الوطنية والمواقف الهولندية الداعمة للحكومة والشعب اليمني وأشهد بالعلاقات الثنائية للمميزة التي تربط اليمن وهولندا وإسهامت هولندا في دعم مشاريع التنمية وجهود الإغاثة في اليمن بدورها أكدت المسؤولة الهولندية استمرار دعم بلادها للحكومة اليمنية ومساندة جهودها في الجوانب الاقتصادية والإنسانية والصحية احتفت سفارة بلادنا لدى الكويت بالعيد الوطني الثاني والثلاثين للجمهورية اليمنية الثاني والعشرين من مايو المجيد بحضور أعضاء البيتة الدبلوماسية وعدد من أبناء الجالية اليمنية والشخصيات الاجتماعية في دولة الكويت وأكد سفير بلادنا علي منصور بن سفاء على عظمة المناسبة والمنجز الوطني الذي جاء امتدادا لنضالات الشعب اليمني في ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجدتين وقال بن سفاء إن الشعب اليمني يحتفل اليوم بهذه المناسبة العظيمة في ظل ظروف وتحديات صعبة تتطلب من كل القوى الوطنية توحيد الجهود ورص الصفوف لمواجهة الخطر والعدو الحوثي والمشروع الفارسي الخبيث الذي تسبب في دمار بلادنا وعشاد بالدعم الكويتي السخير اليمن في جميع المجالات ووقوفها الدائم مع الحكومة الشرعية وجهودها الرامية إلى استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وإحلال السلام دعا الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية كيتاك ليم المانحين إلى تقديم المزيد من الدعم المالي لخطة التصدي لخطر الانسكاب النفطي الكبير من الناقلة الصافر الرأسية قبالة اليمن وأقال في بيان نشرت المنظمة على موقعها إن المخاطر كبيرة ويجب أن نتحرك لتفادي كارثة وأوضح كيتاك أن خطة التخفيف من المخاطر عن طريق نقل النفط إلى سفينة مؤقتة آمنة تحتاج إلى موارد مالية وأشار إلى أن تسرب النفط سينتج عنه كارثة إنسانية وبيئية مع آثار اقتصادية هائلة على صناعة الشحن البحري في جميع أنحاء المنطقة وأشار إلى وجود أربعين مليون دولار لمتاحة للعملية تشمل الأموال التي تم الالتزام بها سابقا كسرت قوات الجيش الوطني في وقت مبكر من فجر اليوم هجوما لميليشيا الحوثي على مواقعه بجبهة مقبنة غرب تعز وقال نائب شعبة التوجيه المعنوي في محور تعز العقيد عبد الباسط البحر بأن قوات الجيش الوطني في اللواء 145 مشاب جبهة مقبنة تمكنت من كسل هجوم حوثي على مواقعها في التبة السوداء غرب تعز وأوضح في بيان على حسابه بتويتر بأن قوات الجيش أجبرت العناصر الحوثية المهاجمة على التراجع والفرار وألحقت بهم هزيمة قاسية وكبدتهم خسائر بشرية ومادية وضعت ميليشيا الحوثي قائمة بالممنوعين من السفر عبر مطار صنعاء والمنافذ البرية شملت المسؤولين الموالين لها في الحكومة الانقلابية غير المعترف بها والإعلاميين والنواب والسياسيين المقيمين في مناطق سيطرتها إلى جانب مجموعة من رجال الأعمال الذين تشك في ولائهم وقالت مصادر سياسية في صنعاء للشرق الأوسط إن الميليشيا الحوثية عممت بأسماء عدد كبير من السياسيين والإعلاميين والمسؤولين في حكومتها خشية هروب هؤلاء وانشقاقهم عن سلطتها وظهرت القوائم مع بدء تشغيل الرحلات التجارية من صنعاء إلى الأردن وشملت قيادات مقربة من القيادي السابق في الجماعة صالح الصماد الذين تعتقدوا الميليشيا أنهم أصبحوا في صفوف معارضيها وأنهم يرغبون في الخروج للكشف عن خبايا الصراعات الداخلية بين أجنحتها وعن حجم الفساد الذي يمارسه قادتها أقرت قيادات ميليشيا الحوثي فصل كليتي المختبرات والتمريض عن كلية الطب البشري وذلك في إطار إجراءاتها التجريفية للتعليم الجامعي في صنعاء وتداول ناشطون وثيقة تظهر كيف حولت رئاسة الجامعة التابعة لميليشيا الحوثي كليتي المختبرات والتمريض إلى كلية للعلوم التطبيقية في الجامعة القديمة بالذريعة أن المباني مخصصة لطلاب الطب البشري فقط وقالت مصادر أكاديمية في الجامعة للعاصمة أولاين إن القرار الحوثي كارثة في حق الطلاب كونه يحول التصنيف المهني من بكاليوس إلى دبلوم ويحول دون مواصلتهم للدراسات العليا وأعربت المصادر عن استنكارها تحويل تخصص طبي يتبع شعبة الطب البشري إلى تخصص يتبع كلية العلوم تتواصل الوقفات الاحتجاجية في محافظة تعز للتنديد باستمرار ميليشيا إيران الحوثية بفرض الحصار على المحافظة وجدد سكان المحافظة مطالبتهم المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه السمرار جرائم الحصار لسكان المحافظة ودعا السكان الحكومة والجهات المختصة على العمل بكل الوسائل لفك الحصار عن المحافظة للتخفيف من معاناة المواطنين دشن محافظة تعز نبيل شمسان ولحج أحمد التركي دشن مشروع إصلاح طريق هيجة العبد بتمويل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يأتي هذا المشروع بهدف التخفيف من معاناة المسافرين عبر المنفذ الوحيد لمدينة تعز إلى محافظات لحج عدن وقال محافظ تعز نبيل شمسان إن طريق هيجة العبد أصبحت طريق الوحيد وشريان الحياة لنحو خمسة ملايين مواطن بعد أن أطبقت ميليشيا الحوثية الحصار عليهم من جميع المنافذ الأخرى وأشار إلى أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشكورا تكفل بإصلاح الطريق بتكلفة 2 مليون ريال سعودي مضيفا بأنه سيتم تنفيذ مشروع ثاني في وقت لاحق لإصلاح سائلة هيجة العبد ضمن المشاريع التنموية التي يقدمها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في إطار البشاريع التنموية الملفذة من قبل البرنامج السعودي للتنمية في محافظة تعز تم اليوم تدشين بدء العمل في طريق هيجة العبد يعني هذا الطريق الذي يمثل شريان الحياة الشريان الرابط بين محافظة تعز وعدن ولاحق ببقية المحافظات اليمنية يستفيد من هذا الطريق 5 مليون نسمة على الأقل الطريق ينفذ بتكلفة تقريبا بلغت 20 مليون ريال سعودي سيبدأ التنفيذ وببدأ التنفيذ لطريق هيجة العبد سوف تتخفف المعاناة الإنسانية لأبناء محافظة تعز طبعا كما قلنا ونؤكد دائما بأن الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية بقية قلالة الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهدية اليوم نحن ندشن مشروع هام ومهم هذا المشروع هو طريق هيجة العبد الطريق الذي يعاني منها كثير المواطنين والطريق الذي تربط عدن لاحق تعز إلى صعدة طريق الشريان الذي من خلاله يقدر نوصل لكل الخدمات الموجودة بالطريق يتصل الدكتور بالطريق يصل لمنظمات دولية بالطريق يصل للمعلم تعتبر الطريق هذا مهمة جدا لأنها عانى منها كثير من المواطنين ويعاني منها أبناء تعز بالذات نحن نقدم الشكر والتقدير لقلالة الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عز الأمين نحمد بن سلمان ومشفير المملكة السعودية محمد بن القابر وإلى مثل البرنامج الإعمار السعودية اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديرية الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي على أنشطة مشروع تقديم خدمات سبر العيش الزراعية في مديريات سيئون وتريم وساه بوادي حضرموت والذي تنفذه منظمة صناع النهضة بتمويل من منظمة الإغاثة العالمية واستمع الوكيل التميمي بحضور مدراء عمو مكاتب الزراعة والتخطيط وشؤون الاجتماعية بالوادي والصحراء من فريق عمل المشروع برئاسة ضابط علاقات عامة بالمشروع استمع إلى شرح مفصل عن أهم أهداف المشروع والذي سيدعم 140 مزارعا من مزارعي ومربي الحيوانات في الثلاث المديريات المستهدفة خلال ستة أشهر نظمت وكالة المنشآة الصغيرة والأصغرة التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية اليوم ورشة عمل بسيئون لاستعراض أنشطة مشروع تدريب ودعم المهارات المهنية والتجارية بمديريتي سيئون وتريم الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية واستعرضت الورشة بمشاركة خمسين مشاركا ومشاركة من عقال الحارات وممثلي بعض منظمات المجتمع المدني وقيادات المرافق الحكومية المعنية وعدد من المستهدفين مناقشة الأوراق المقدمة التي تناولت أنشطة المشروع في ثلاثة قطاعات هي النسيج والصيانة والصناعات الغذائية افتتح في مدينة تعز الملتقى العلمي الرابع لطب وجراحة الفم والأسنان وسيستمر الملتقى ثلاثة أيام وسيشهد عرض عدد من البحوث العلمية والتجارية المختلفة في جراحة الفم والأسنان كما يصاحب الملتقى معرضا للأدوية وتقنيات الوسائل الطبية المتخصصة الهدف من الملتقى العلمي هو ارتقاء بالأطباء تقديم المعلومات الحديثة مشاركة في الآراء بمختلف الآراء العلمية سواء كانت مدارس في امريكا في السعودية في ماصر وايضا من الاشتشاريين والأخصيين الموجودين داخل اليمن من صنعاء ومن عدان ومن اب ومن تعز فأغلب الناس هؤلاء بيشاركوا اليوم ببحوث ومقالات علمية على اساس استحداث المعلومات وعملية إعادة ما هو موجود وتطوير ما هو موجود بالنسبة للأطباء اليمنين اشتركوا في القناة